من عالم السيارات إلى عالم الطفل مشاهدين وتربية الأطفال أكيد بلا شك تحتاج الكثير من الاهتمام والحب والعطف والحنان والصبر لكن حينما يتعلق الأمر بالتوائم فتكون السعادة مضاعفة والشقاوة مضاعفة وكذلك الاهتمام والتجهيز لا بد أن يكون مضاعف حول هذا الموضوع يسعدنا رحب معنا مشاهدين بضيفتنا الدكتورة ليلة حبيب البلوشي من دربة تنمية بشرية لتحدث أكثر حول الموضوع استقبال التوائم وكذلك تربية التوائم صباح الخير دكتورة وسعيدين بيوجودك معنا في صباح الشهر صباح الورد إسماعيل صباح الورد عليك وعلى المشاهدين حياة الله وعلى التوائم وأولياء أمورهم الله يعينهم يعطيهم العافية إن شاء الله بالضبط إسماعيل بلا شك قبل لا يأتون التوائم ويفصرون النور حلو نحن نأخذهم ثلاث مراحل جميل مرحلة قبلها مرحلة أثناء وبعد الوصول جميل طبعا الله يقوم كل أم بالسلام إن شاء الله يا رب مجرد ما الدكتور يقول حق قلواء الأم إنه أو الأب إنه زوجه حامل بتوأم تجد في بعض الأحيان شعور يكون مختلف في بعض الأناس تجد أن يستانسون وإنه توم ويا ينا توم وفي ناس العكس إن شو توم أنا كيف بربي أنا واحد ويالله يالله أقدر عليه الحين بعد توم فرقم واحد الحمل بتوم هو نفس الحمل بطفل واحد صح فالخوف هذا إذا نحن يعني أنا أتوجه بكلامي لأمهات اللي عندهم هال الخوف إن كيف فترة الحمل راح تكون كيف راح نقدر أو كيف راح أقدر أنا أعدي الفترة مرحلة الولادة الله قوموا بسلامة آمين يا رب ولادة الطفل طفل نفسها ولادة توم ولادة حمل طفل نفسها حمل توم أهم شيء في المرحلة هاي إن الأم تحس بطمأنينة وراحة رب العالمين رزقها بطفلين أحيانا يمكن يكونوا ثلاثة صح ما تدري أحيانا أربعة وشفنا حالات أكثر بالضب فهاي رزق من رب العالمين الواحد يحمد ربه عليها تهدي من نفسها تقنع نفسها إن العملية راح تمر بسلام العملية راح تمر بطمأنينة لأن مهم جدا إن الأم يعني سواء كانت حامل بطفل أو أكثر من طفل تعرف أن الطفل يتأثر بنفسيتها صحيح فأنت تخيل الآن الطفل واحد يتأثر بنفسيتك فما تخيل أن أنت أثنين ويتأثرهم بنفسيتك فهذا رح يأثر بالتالي على الأم كذلك يعني هم يتأثرون وتأثيرهم يأثر على الأم فمهم جدا يا إسماعيل ورسالتي لكل الأمهات الشعور بالطمأنينة الشعور بالراحة ونسيان موضوع الخوف هذا مرحلة الولادة مثل ما قلنا لقوم كلهم بالسلامة مرحلة الولادة هي نفسها مرحلة الولادة طفل واحد محتاجة ترتيبات محتاجة مثل ما يقولون يعني أنت لما يليك طفل واحد محتاجة أنك تجهز نفسك كذلك الحال في حالة أكثر من طفل التجهيزات وشو اللي لازم أسويه في الدول الأجنبية عندهم كلاسات أو عندهم فصول يسمونها لاماز لاماز هالييلة يعني يعني أنا أنصح كل أم أنها تحضر هاي الكلاسات حتى لو الأونلاين عملية التنفس عملية كلامها مع نفسها وكلامها مع ذاتها التمارين الرياضية اللي ممكن تمارسها أثناء الحمل والولادة وبعد الولادة الأكل ونوع الأكل اللي ممكن تاكلها فهاي الأمور كلها لازم الأم تكون مجهزة نفسها إذا كانت أم برحب يعني إذا كانت السيدة راح تكون أم لأول مرة فلازم تعرف الطفل أمي شو المفروض أسوي شو المفروض ما أسوي شو الاستعدادات شو التجهيزات فثقافة الأم وكذلك ثقافة الأب من الأمور الجدا مهمة في عملية تربية الأبناء سواء كان طفل أو توم جميل إذن دكتورة هل في استعدادات نفسية يعني الأم مجرد ما تفحص وقولها مبروك هندج توم أو هندج ثلاثة هل في استعدادات نفسية قبل تجهيزات الملابس والأشياء الثانوية هذه الاستعداد النفسي أني أنا أكون متهيئة نفسيا أني أنا ما راح أربي طفل أنا بيكون عندي طفلين فأول شيء الاستعداد أثناء مرحلة الولادة يعني عملية الخوف والرهبة هاي من عملية أني أنا حامل بأكثر من طفل خلينا نبتعد عنها لأن مثل ما قلنا وكل الدراسات أثبتت وكل سيدات الحوامل اللي كانوا عاملين بطفل أو طفلين قالوا أنه نفس الشيء المستوى الثاني في تجهيزات النفسية إسماعيل اللي هو استعداد النفسي أني أنا باتشر ما راح أربي طفلين وفي نفس الوقت نعم يعني الخوف التردد عملية أنه شو راح يصير كيف راح أربي طفلين وهني يأتي دور الأب صح يعني احتواء الأم هذه وخاصة إذا كانت أم جديدة يعني أم جديدة وحاملة بتوم فاحتواء الأب للأم هذه أني أنا معاتش نحن بنكون مع بعض الربي مش أنت بروحك اللي بتربيه ومش أنت اللي يعني خلاص المسؤولية عليك كل الطرفين لهم دور صحيح فالاستعداد النفسي للطرفين وكمان مع الاستعداد النفسي يعني بعض الناس يجهلون ما يسمى بالاستعداد المالي صح يعني نحن خلينا بس يعني نتطرق لموضوع جدا مهم فضلا يا دكتورة نحن حاليا نعيش في مرحلة فيها غلاء فتربية الطفل واحد يعتبر مثل ما يقولون حمل على كتف الأب والأم فنت تتكلم حين عن تربية الطفلين واحتياجاتهم سواء أكل سواء الشرب والغيارات فهذا كله يعني جالب من الاستعداد النفسي والاستعداد المالي يعني أنا الحين شو اللي راح أسوي فمهم جدا عشان الواحد يحس بالطمأنينة إنه يكون عنده خطة يا اسماعيل صح أنا بحط خطة المصاريف كل شهر كم راح تكون كيف أنا راح أدخر كيف أنا راح أصرف شو الأمور اللي أنا ممكن مثلا أوازن فيها لأن الجانب المالي وخاصة إذا كانوا مثل ما يقولون يعني ذوي الدخل المحدود أو متوسطي الدخل فالجانب المالي عنصر جدا مهم بالضبط وإذا ما الأولياء يعني الأب والأم ركزوا عليه هذا بالتالي راح ينعكس على الجانب النفسي كذلك موضوع التربية يعني أنت لما تتكلم عن تربية الطفل تأخذها من عدة زوايا اسماعيل استعداد الأم والأب لتلقي هذا الطفل الجديد أنت عندك كائن جديد راح تأخذه من الصفر رقم اثنين تجهيزات المالية والاستعدادات المالية تجهيزات المادية وتشمل ملابس الطفل وهل ومجرًا بالإضافة إلى تربية الطفل فهذي مثل ما يقولون الاستعدادات النفسي وما يندرج تحت الاستعداد النفسي هذه نقاط جدا مهمة وشكرا لنا دكتورا أنت وقفتي قليلا على هذه النقاط ومثل ما دكتنا الاستعداد اليوم يعني الإنسان خصوصا المقبل على الزواج والزوج والزوجة لابد أن هذه الأشياء تكون من أوائل الأشياء مثل ما أنا في عقد الزواج أكتب المؤخر المقدم وهكذا إذا الفتاة عندها شروط معينة لنا الدراسة وكذا وكذا لابد هذه الأمور تكون محددة مسبقا عشان العائلة هذه الزوجين راح يبنون جيل جديد فنحن نبغي جيل يكون نفسيا مستعد الأطفال الأم والأبو مستعدين يربون أبناء وبالتالي عشان نكون هذا المجتمع يكون مجتمع الأهم من هذا موضوع التدخل تدخل الجد والجدة يعني نحن ربينا عيالنا كذا مهم جدا أن نحن استعين من خبراتهم يعني عملية الاستعانة بالخبرة مش موضوع يعني بعض الأباء والأمهات يعني يعتبرون أمي هاي دقاي ديما أمي هاي ما تعرف خبرتهم ضرورية لكن أضيف عليها ما يسمى بالحداثة والمعاصر أني أنا أعاصر زمني أن الطفل هذا اللي بيطلع أو الطفل هذا اللي يعني بنشئه يكون معاصر لوقته وزمانه نعم نقطة بالفعل مهمة دكتورة خلنا شوي نتكلم ما بعد الولادة تبتدي مرحلة الاعتناء نعم والاهتمام وأكيد ذكرتي نقطة المشاركة اليوم يعني التواعم ليس بمسؤولية العم بس مسؤولية العب حتى الطفل الواهي يعني كبيرة صحيح صحيح المسؤولية كبيرة مشتركة مشتركة فأبدا مش غلط أن الزوج يساعد زوجته في تحضير الأبناء طعامهم تبديل ملابسهم فهذه كد راح يساعد الأم نفسيا يعني أكيد بشكل كبير فيه توزيع الأدوار عملية جدا مهمة سواء كان تربية الطفل أو تربية طفلين مهم جدا إنه يحدد من يفعل ماذا ينحط جدول يعني اليوم أنت مسؤوليتك مثلا اليوم الرضاعة عليك ومثل ما تفضلت يعني أن عملية المشاركة هذه عملية جميلة جدا صحيح جو جميل جو فيه ود ورحمة وسكينة ما يكون العبء كله على الأم صحيح ينحط جدول اليوم مثلا مين اللي راح ينش بالليل إذا أطفال نشوا وبالليل يعني بغوا الرضا عمالتهم عليك أنت اللي تنش طيب أنا عندي مثلا دوام الصبح طيب خلاص إذا الصبح مثلا من الساعة الفلانية للساعة الفلانية أنا اللي بنش وبرضعهم من الساعة الفلانية للساعة الفلانية أنت اللي تنش وترضعهم وإني أنا أجهز الأمور مسبقا يعني أحط الماء وحط الحليب وحط هذه الأمور كلها فشايف أن عملية توزيع الأدوار هاي تخلي الأم تحس بالاطمئنان صحيح بالإضافة إلى أن يكون في قرب الأب من الأطفال والعكس نعم يعني حلو أنك تحس أنه بأطفال وأنك أنت تتعب عليهم يعني هاي رسالة أوجهها للشباب للرجال عملية التربية مش فقط صرف ولا أني أنا أوفر المصروف للبيت ولا الشراء وكذا عملية التربية محتاجة وجودك محتاجة محبتك ومحتاجة المشاركة محتاجة أودك فهذه التجهيزات كلها مهمة جدا في عملية ما بعدها الولادة جميل دكتورة بنتكلم شوي في نقطة كذلك من النقاط المهمة عملية فصل التوعم متى يعني نقدر نفصل فيما بينهم خصوصا مسألة النوم يعني أول شيء خلينا نركز على نقطة مهمة جدا أن اسماعيل أن بعض الأباء والأمهات لما يكون عندهم توم يلبسونهم نفس الشيء اللبس يكون نفس يعني نفس اللبس الشعر كذا أنت تربي كيانين أنت لا تربي فرد في جسمين نعم فمهم جدا أني أنا أركز على أني أنا لما أربي طفلي الأول والطفل الثاني خليه واللي يختار خليه واللي يكون فيه عنده نوع من أنواع التفرد إذا التوم الطفل الأول يلبس مثل الطفل الثاني وين التفرد صح فمهم جدا أنك أنت تحسس الطفل أنك أنت متفرد أنت مش نسخة من أخوك ولا أخوك نسخة منك نعم هذا رقم واحد رقم اثنين عملية الفصل من هنا تبدأ عملية الفصل من البداية أني أنا أحسس الطفل هذا مش لازم تكون مثل أخوك إذا أخوك يحب السباحة مش لازم أنت بعد تحب السباحة انت شو تليحب تحب مثلا الرماية ركوب الخيل ف يعني التربية أنا لما أربي طفلين هي مثلها لما أربي طفل واحد وأحس بنفسي يعني أنا أهيئ نفسي كان فيه بينهم فترات متباعدة الفصل ضروري يعني في السنة إن مجرد ما يعني يكون مرحلة معينة إذا كان ذكروا أنثى مرحلة معينة في السنة مجرد ما يصولوا مرحلة معينة من السن يجب أن يتم الفصل بينهم صحيح إذا كان ولدين أو إذا كانوا بنتين فما في مشكلة أنهم ينامون طبعا مع بعض جميل حلو دكتورة الكثير يعتقد أن التوامش يشعرون ببعض نفسيا ويكون فيه ترابط ما بينهم سبحان الله مدى صحة هذا الاعتقاد؟ صحيح يعني هناك ما يسمى بتوارد الخواطر وأنت تتكلم عن روحين يعني روح في جسدين هذه روح وحدة هناك جسدين هناك توارد خواطر وهناك اتصال بين التوأمين يعني مثلا إحنا لو نطلع بشوية ونشوف الأم مثلا الأم مع عيالها الأم مثلا بسم الله إذا الولد صار فيه شيء وإلا البنت صار فيها شيء تحس فينا بالضبط ليش؟ لأن هناك اتصال روحي نفس الشيء بالنسبة للتوأم هذين كانوا في يوم الأيام مع بعض 9 شهور صحيح في نفس المكان وهلما جرا فهناك اتصال روحي مدى قوة الاتصال الروحي يختلف من توأم إلى آخر تلقى توم متصلين روحيا بشكل جدا قوي إذا هذا الزعل الثاني يزعل إذا هذا صح الثاني صح وهي توائم أبدا ما في اتصال لكن هناك شيء مهم جدا إن الاتصال الروحي يصير بطريقة إنه يفرض التوأم على نفسه يعني فلنفرض أنا وعندي توأم آخر أو أخت أو أخو لازم أفرض على نفسي إذا صح مثلا أخوي أنا أصيح فتعرف إنه لا هي عشان فيه اتصال روحي بيني وبينه صحيح هذا غلط نرجع مرة ثانية ونقول أنت متفرد بإحساسك بمشاعرك بكيانك بتركيبتك أنت مش نسخة من أخوك ولا أخوك نسخة منك جميل فتوارد الخواطر يحدث ولكن بنسبة متفاوتة جميل دكتورة اليوم الأهل كذلك مسؤولية اكتشاف المواهب تنمية القدرات ثم ذكرتي توأم ممكن يتشابهون نفس الشكل والملامح ولكن قد يختلفون في الطباع قد يختلفون في المواهب في القدرات أهمية هذه المسألة خصوصة في التربية بالضبط نحن ذكرنا قبل قليل إسماعيل أنه لا تخلي ولدك و بنتك نسخة مكررة من ذاتك من ذاتك أو من الطرف الثاني يعني البنتين يجب أن يكونوا نفس الشيء هاي تحب كذا هاي لازم تحب كذا فمهم جدا أني أنا أسأل الطفل أنت شو اللي تحبه؟ أنت شو خاطرك فيه؟ أنت شو الموايات والنشاطات اللي تحب تمارسها؟ ونرجع ونقول مرة ثانية مش شرط أن التوأم ألف حب كذا لازم توأم بها حيحب كذا جميل دكتورة كذلك هل نتكلم شوية عن يعني المراحل الكبيرة يعني التومي ومكبر كل توأم يكون مستقل عن ذاته كذلك عملية عدم تمييز الأهل أو تفضيل الأهل خصوصا نحن نتكلم عن التوأم قد يكونون أقرب من الأخوان الثانين يعني هم عاشوا مع بعض كبروا مع بعض فعملية كذلك التربية في الكبر يعني إننا ما نميز أخنا الثاني ما نميز هذه العملية شوية حساسة أكيد طبعا يعني نحنا نعرف قصة سيدنا يوسف مع أخوانا أخوانا صحيح وعملية التمييز اللي قام بها سيدنا يعني أبو يوسف في موضوع إنه فضل يوسف عن أخوانا التمييز له آثار سلبية جدا له آثار يعني وانعكاس سلبي جدا سواء كان عن الأخوان وعلى الطفل نفسه أو على الشاب والبنت في هذه المرحلة فممكن ممكن بعض الشباب لما يحسوا إنه يعني والبنات يحسوا إنه أبوهم ولا أمهم يميزونهم أكثر عن أخوانهم يستغلون هذا الشيء صح بعض الأخوان ممكن يعني تعرف ممكن يصير في نوع من أنواع النفور بينه وبين أخوه لأن أخوي أحسن مني وأبوي يحبه القلوب بين أصبعيني من أصابع الرحمن يحركوا ما كما يشاء أنا ما بقول طبيعي 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 الأم والأب يميلوا يميل القلب إلى واحد أكثر من الثاني لكن هنا يأتي القدرة على التحكم بالنفس والذات والنفسية أني أنا ما أبين هالشيء إذا عطيت واحد مثلا شيء لازم أعطي الجميع نعم مهم جدا في عملية تربية الأبناء يعني يا أبا ويا أمهات تنزعون خاصية يعني تنزعون التمييز بين تمييز عفوا بين الأبناء أنا أفضل هذا هذا أحسن من هذا هذا أحلى من هذا يعني تلقى فيه مثلا أبا يسون مثلا مع مع ناس تانيين أو كذا ها منوح العيالي شو تتوفون كذا هاي الأمور يعني من جد تجرح ممكن ممكن الشاب أو البنت ما يبين أني أنا نجرحت ولا نضايشت في الوقت الحالي لكن تأثيره كبير على المدى البعيد جميل دكتورة نتكلم كذلك عن مسألة التعليم أكيد الطفلين راح يدخلون المدرسة مع بعض الحضانة وفي مختلف المراحل الدراسية يعني هل تؤيدين أن مثلا طفلين يكونوا مع بعض في نفس الفصل الدراسي أو يختلفون حتى التخصصات أنا أفضل الفصل يعني معظم الدراسات العلمية أثبتت أن التوأم لما كل واحد يكون في فصل يعني بروحها يساعد الطفل على الظهور والإبداع والتميز والتفرد من أنه لما يكون معه أخوه أخوه معه 24 ساعة في الصفل هذا يعني لحنا لما نتكلم عن التعليم وبيئة التعليم تعامل التوائم والتعامل معهم شوي حساس فإذا فلنفرض أن في الفصل واحد من التوم كان متميز مثلا درجات عالية الثاني يتحسس طبيعي جدا لذلك عملية الفصل جدا مهمة رقم واحد رقم اثنين حلو أنه يكون لكل واحد منهم صداقات مختلفة لما نتكلم عن البيئة مثلا صداقات مختلفة مش أنه واحد يكون صديق التوم فلذلك يعني مهم يعني عملية التفرد تبدأ من الطفولة عشان شيء نحن قلنا قبله شوي إنه لا تخلي الطفل ألف نسخة من الطفل باع هذا يلبس كذا هذا يلبس نفس الشيء هذا يمارس الرياضة الأخرى والنشاط الأخرى الثاني يمارس نفس الشيء حلو أني أنا أفصل نعم مش معنات أنه توم معنات أنه لازم يكونون نسخة من بعض فالفصل جدا مهم التعليم كذلك لازم ياخذ مسارة مع الطفل ما يحس الطفل أو ما يحس التلميذ في الصف إنه وجود أخوي يأثر عليه والعكس صحيح تميل حلو يعني اليوم عملية الفصل كذلك ينشأ شخصية مختلفة بالضبط ومثل ما ذكرتي مسألة الأصدقاء بالفعل إنه ما يصير مثلا هم نفس الرابعة أو نفس المجموعة لا كل واحد يأخذ يميل لي نوع معي من الأصدقاء أو يعني بطريقة التفكير وكذلك لأن لكل إنسان شخصية مختلفة حتى لو كانوا توام في النهاية هذا راح يتزوج ويستقل ويكون أسره وهذا راح يتزوج ويستقل لأن حتى في الصف مثلا إسماعيل يعني لو مثلا فلنفرض إن التوأم ألف جاوب صح والتوأم با جاوب غلط ممكن المعلمة لا إرادياً شو تقول ها شوف أخوك أشطر عنك صح فعملية المقارنة كذلك لازم نتطرق لها يا أمهات يا مربين ابتعدوا من عملية المقارنة بين التوائم اثنين هم يعني الطفلين هايلا والشخصين هايلا كل واحد منهم كيان مستقل بنفسه وذاته جميل دكتورة يعني قبل أن نختم هذه الفقرة اليوم كيف ننصح الأم في الموازنة كذلك بين حياتها والاهتمامها بنفسها لأن أكيد الاهتمام المرأة بالنفس ينعكس إيجابياً في التربية وفي حياتها بشكل عامل نفسيتها وخصوصاً اليوم إذا كانت عندها طفلين وتوائم فكيد دائرة الأرهاق والضغط النفسي رح تكون مضاعفة يعني اللي يخطط واللي ينظم حياته ما رح يضيع أنا أحد خطة لنفسي وخطة لحياتي أنا عندي طفلين ويمكن عندي غيرهم بعد في البيت أو يمكن هذي لأول طفلين يعني سواء كانت أم جديدة أو أم كان عندها أطفال فمهم جداً عملية تنسيق وتنظيم وإدارة وقتك إذا قدرت أنت تديرين وقتك وتمسكين يعني زمام الأمور بإيدك العملية رح تسهل هذا الوقت مخصص مثلاً لكذا هذا الوقت مخصص لكذا كمان إسماعيل حلو أني أنا أخلي جو البيت وبيئة البيت وأطفالي كذلك منظمين معي ويحترمون الوقت مثلاً هذا الوقت وقت الصلاة ما أبي حد يزعجني هذا الوقت مثلاً وقت الأكل ما أبي مثلاً كذا مجرد ما يحس الطفل أنه في نظام وفي نوع من أنواع القيود ونوع من أنواع التنظيم في البيت تلقى أخلاقها سلوكياتها تبرمجت على ذلك صحيح صحيح يعني عملية أني أنا يعني محتاج أني أنا أرفح عن نفسي أطلع مع أصحابي أغير جو وين المشكلة لا أنا مش معنات أني عندي توم وإلا عندي أطفال وإلا عندي شو ما عندي أنسى نفسي وذاتي النفس هذه محاسبة إن لم تستطع أن توفق وتتوحد مع نفسك وذاتك ما رح تنجح في تربية أبنائك صحيح فاتخيل يعني أم مرهقة طول اليوم دوام تربية العيال طبخ إلى آخره هاي وين عندها وقت إنها تساعد ولا تربي عيال صحيح لكن لما يكون في نوع من أنواع التنسيق والتنظيم والترتيب وفي نفس الوقت تفريغ للطاقة ومساحة لتفريغ هذه الطاقة السلبية نعم ففي الحالة يعني فعلا نفسيا بتكون مرتاحة وتستطيع تربية جيل كامل إن شاء الله يا رب مثل ما قلتي في البداية دكتورة الله يقوم كل أم بالسلامة إن شاء الله تفرح إن شاء الله بفل ذات أكبادها آمين ويسهل عليها الولادة وكذلك يعينهم إن شاء الله دائما على التربية والمسؤولية كبيرة بلا شك في المقام الأول على الأمهات صحيح وأكيد مثل ما ذكرنا يعني ما ننسى كذلك أن نحن نوجه الرسالة للأزواج اهتموا أكثر بزوجاتكم وأبنائكم لأن هذه نفس الزرعة أبدعت أسقيتها راح تثمر إن شاء الله أبدعت ناجح شكرا لوجودت معنا دكتورة أبدعت تسلم اسماعي شكرا على الاستضافة وشكرا لطاقة من العمل الله يسلم تشارب نورتينا نشكر ضيفتنا دكتورة ليلى البلوشي مدربة تنمية بشري على هذه المعلومات القيمة والمفيدة